المحافظة زاخرة بتاريخ طبيعي طويل يمتد الملايين السنين عندنا محمية وادي الحيتان اللي موجودة جزء من محمية وادي الريان يعني ده مكان مسجل في اليونسكو مكان تاريخ طبيعي ولازم نحافظ عليها بشكل ايجابي اهلنا لطريق المؤدي لوادي الحيتان بالتعاون مع وزارة البيئة عشان نزود معدلات الامان على هذا الطريق وتبقى الزيارات امنة اكتر لان المكان يعني عايز اقول بدائي جدا ومحافظ فيه على مكوناته الحساسة جدا لأي استخدامات فكان لازم بقى التعامل مع الطرق والمتحف اللي اتعامل هناك ومركز الزيارة بقى شكله متوافق بيئيا الجزء التاني برضو اللي بنشجع فيه هو الاسمار البيئي وفيه مشروع كبير جدا بتعمله المحافظة بالتعاون مع وزارة البيئة ومع مؤسسة الاميرة العالية في دولة الاردن الشقيقة واحد المؤسسات الدولية المتخصصة في انقاذ الحياة البرية هو محمية ملاز امن على مساحة الفين فدان على المسطح الاول لبحيرات الريان وده هيبقى مشروع متكامل اقتصادي وزراعي وصناعي وبيئي وسياحة احنا انتهينا من كافة الدراسات الاقتصادية والبيئية واستخدامات المياه والانشطة المتوقعة اعتقد ان قبل نهاية العام الفين واربعة وعشرين هيبقى فيه وضع حجر الاساس وترحل السمار بالكامل وهنا برضو لازم نبقى من اكد ان الدولة في العديد من المشروعات اللي بتحصل دلوقتي هي بتؤهل المناطق للمستثمر لكن هي ما بتدخلش كشريك في الاساسمار ولكن بتستفيد من عوائد الاساسمار واتاحة فرص العمل للمجتمع وتأهيل المناطق للاستفادة قصوة من هذه الاماكن جزء برضو تاني مهم في ملف السياحة المحافظة بتحاول من خلال التشارك مع كافة الجهات الدولة ان احنا نسهل على المستثمر والخصول على التصريح والموافقات والالتزامات المطلوبة من خلال التعامل بشكل مسارات واضحة ما يبقاش فيه يعني اجراءات معقدة لا بالعكس احنا يبقى تشجيع للمستثمر انه يجي وده وضع يعني كتير قوي خلال الفترة اللي فاتت من عدد من المنتجات تم افتتاحها وتشغيلها في محمية على ضفاق بحارة قرون وفي محمية ودي الريان وجاري برضو مشروعات علان كود الدراسة ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية هنشوفها على ارض الواقع